موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بنستكفل إن شاء الله تعالى مادة حوال اثنين استكمالا لحوال واحد اللي حدناه في الفصل الأول اليوم هنحكي عن موضوع يعني غاية في السهولة وغاية في نفس الوقت في الحيرة يعني كتير ناس بتقف عند هذا الموضوع تشعرفوا تاخد قرار إيش اللي مع المريض الموضوع هو من كلمتين الهيتروفوريا والفيرجنس أبنورماليتس طبعا الهيتروفوريا أو اختصارا الفوريا اللي هي وهو ليتن تسكنت ليش؟ الأنواع المختلفة بتاعة هذه الخضايا هي مش صعبة ولكن بدها انتباه بصير الهيتروفوريا نحكي عنها لحالها الهيتروفوريا أو الحوال الخفي تمام اللي هو الفوريا اختصارا بنسميه أو اللي هي تنفسكوين ممكن يجيني المريض فيها كلينيكالي بيجوال سيمبتومز هادي الفيجوال سيمبتومز زي الأستينوبيا الإرهاق البصري مش قادر نركز بتعب من الدراسة أو من الكمبيوتر أو من الجوال تمام ممكن يشكي من دابل فيجين ممكن يشكي من هدك تمام فهادي الأعراض بتيجي عنده نتيجة انه عنده فوريا طبعا ما بتيجيش معاه طول الوقت بتيجي معاه في أوقات الاسترس أو البور هيلث مجهد مرهق متوتر مريض إلى آخرهم طبعا هادي الأشياء الاسترس والبور هيلث والإجهاد وإلى آخرهم بيأدي لحاجة انه الفيوجينال أمبليتيود مش كافية عشان تخلي الليتنت سكوينت ليتنت تمام فبيصير هو يجاهد على أساس انه يعني يخلي الفوريا في مرحلة الفوريا وما تنقلبش لاتروبيا فشغله هذا ومقاومته لموضوع انه الفوريا تتحول لاتروبيا بيخلي عنده الأعراض اللي حكينا عنها اللي هي أستينوبيا وممكن ديبلوبيا وممكن هيدك تمام فممكن ينتج عندي إيزوفوريا أو إكزوفوريا طبعا هادي الإيزوفوريا أو الإكزوفوريا بتقسم حسب المسافة اللي بتبرز فيها أكتر احنا هنا الحوالي يقاس في الـ بس احنا اليوم هنركز على الـ أو على الـ تمام يعني إنسان بدنا نقيس له الفوريا على النيار وبندنا نقيس له إياها على الـ احنا بنقول في عنا إيزوفوريا وفي عنا إكزوفوريا بعض المرضى بيجي بإيزوفوريا وبعضهم بيجي بإكزوفوريا هادي الإيزوفوريا إما حتكون على النيار أكتر من الديستانس أو على الديستانس أكتر من النيار الإكزوفوريا أيضا إما النيار أكتر من الديستانس أو الديستانس أكتر من النيار إيش يعني النيار أكتر والنيار أقال زاوية الحاول زاوية الحاول أو الفوريا طب إيش بقيس الفوريا الآن نفرض مثلا إنسان إيجا عنده إيزوفوريا على النيار مثلا عشرين بريزم وعلى دستانس تمانية بريزم إيش أسمي أو كيف التشخيص بدي أسمي الآن أنا عندي النيار النيار إيش بيصير فيه في الطبيعة طيب النيار فيه كونفيرجنس أنا بمسك الرقم الأعلى الأعلى هي العشرين والعشرين قستها لين؟ عن نير إذن النيار مفروض يصير فيه كونفيرجنس الكونفيرجنس الطبيعي مش هو الإيزوفوريا أنا عندي صار إيزوفوريا عشرين بريزم يعني عمل كونفيرجنس أفتر من اللازم بزيادة إذن هذا بيسموهم كونفيرجنس إكسس إيزوفوريا هي إيزوفوريا بس النوع تاعة كونفيرجنس إكسس لما بقى أسمع كلمة كونفيرجنس إكسس الكونفيرجنس بيصير عن نير لما بدأتطلع عن نير تارجت إكسس يعني زيادة في الكونفيرجنس إذن هذه الفوريا اللي أنا قلتها هي عبارة عن كونفيرجنس إكسس إيزوفوريا نيجي للحالة الثانية أنا إنسان تاني إيجي عنده إيزوفوريا قلت له إيها بريزم كفر تيست طلعت على الدستانس مثلا 25 بريزم وعن نير مثلا 12 بريزم إيش رأيكم إيش نسميها هاي بس إيش اللي إنسافيشانت ليش دائما بأخذ الرقم الأعلى الرقم الأعلى نقاس وين طب في الدستانس الواحد بيصير عنده دايفيرجنس ولا كونفيرجنس دايفيرجنس بما أطلع على إيش بعيد كنت أطلع بالأساس على إيش قريب ونقلت عيني لإيش بعيد بده يصير من كونفيرجنس موزيش يصير دايفيرجنس طب هذا الدايفيرجنس اللي مفروض يعديلي عيني التنتين ما قدرش يعديلهم معناته في عندي أنا دايفيرجنس إنسافيشانسي أدت لإيزوفوريا على الدستانس مقياسها 25 بريزم تمام إذن هذه الحالة التانية بسميها دايفيرجنس إنسافيشانسي إيزوفوريا نيجي لإيكزوفوريا مريض سين إيجاني عنده إيكزوفوريا وبشكي من أعراض قسط على النيار لقيتها 20 بريزم وعلى الدستانس لقيتها 9 بريزم برضو بأخد الرقم الأعلى بأخد الرقم الأعلى الرقم الأعلى نقاس وين؟ عن نير عن نير مفروض إيش يصير؟ ما صار إيش كونفيرجنس صار إيكزوفوريا عشرين معناته في عندي ضعف في الكونفيرجنس كونفيرجنس إنسافيشانسي إيكزوفوريا هي إيكزوفوريا نوعها كونفيرجنس إنسافيشانسي وبالتالي لما بأسمع كونفيرجنس إنسافيشانسي بدون ما أعرف الأرقام كونفيرجنس إنسافيشانسي يعني الكنفرجنس امتى بصير عن نير انصف الشمسي مش كافيني الكنفرجنس الكنفرجنس ضعيف عن نير ما نأته بتخيل فورا انه الاكزوفوريا حتصير مقاسها عن نير اعلى من مقاسها على الديستانس حجاني صاد من الناس عنده اكزوفوريا قستها بالبرزم كور تست على الديستانس و عن نير عالدستانس طلعت 24 بريزم عالنير طلعت 11 بريزم باخد الرقم الاعلى وين الرقم الاعلى على الديستانس اذا المشكلة في الديفيرجنس عندي الديفيرجنس مفروض ينقل لي لين من كونفيرجنس بوزيشن للبرايمري بوزيشن للأورثو بوزيشن هنا قالها لإكزو 24 معناته في عندي ديفيرجنس زيادة هذي بسموها ديفيرجنس إكسس إكزوفوريا إذن الحتروفوريا لما أنا بدي أتعامل معها بدي أعرف في الأول التشخيص السليكي ممكن أنا أكون بقيس بالبريزم كوفر تست ممتاز وبقيس عالدستانس ممتاز وعنير ممتاز بس المشكلة عندي في التسمية أنا في عندي أربع تسميات في عندي كونفيرجنس إكسس وفي عندي كونفيرجنس insufficiency أو بسموها كونفيرجنس ويكنس تمام إكزوفوريا في عندي ديفيرجنس ويكنس وفي عندي ديفيرجنس إكسس يعني الديفيرجنس ممكن يكون زايد أو ناقص والكونفيرجنس ممكن يكون زايد أو ناقص إذا أنا سميت التسمية الصحيحة بأوصل للعلاج الصحيح في ناس تعتقد انه اي اكزوفوريا اي اكزوفوريا الارثوبتك اكسرسايز هي العلاج الامثل الى الارثوبتك اكسرسايز الحالة الوحيدة اللي بتنفع فيها هي الكونفيرجنس ويكنيس ليش؟ لانه الكونفيرجنس عندي ضعيف فهو هذا اللي بدي اقويه هنا الكونفيرجنس مش ضعيف هنا المشكلة زيادة في الديفيرجنس هنا اعطيله اكسرسايز قد ما تعطيله مش هيفيد مش هيقثل فمن الاربع انواع فقط الكونفيرجنس انصفشانسي هي اللي بتستفيد من الايش من الارثوبتك اكسرسايز فهذه القضية بدأ تكون واضحة لنا التفصيلات الاربع احنا عملناها ليش؟ بناء على الفرق بين القياس للدستنس والنيار انا دايما باخد الرقم الاعلى وبشوف الرقم الاعلى على النيار ولا على الدستنس اذا الرقم الاعلى على النيار معناته المشكلة مشكلة كونفيرجنس يا اما اكسس يا اما ويكنس اذا الرقم الاعلى هو المرتبط بقياس الدستنس معناته مشكلة دايفيرجنس اما ويكنس او اكسس الان انا قبل ما نقرأ الكلام هذا بديه اعطي هيك سؤال على السريع ومع بعض كنا هيك نحله نقول احمد ومحمود ومحمد ومثلا سامي هنا التنين الاولانين عندهم ايزوفوريا والتنين التنين عندهم ايزوفوريا هنا على النيار وعلى الديستنس خلينا نجسمها بالشكل هذا عشان نعطي المسميات في النهاية هنا على النيار مثلا 13 بريزم وعلى الديستنس مثلا 25 بريزم هنا الايزوفوريا على النيار 19 بريزم وعلى الديستنس 7 بريزم هنا الايزوفوريا 25 بريزم وعلى الديستنس 10 بريزم هنا 23 بريزم وهنا مثلا 12 بريزم يا ترى نمسك حالة حالة هدولا كلهم فوريك هنا في عندي ايزوفوريا بس ايش اسمها دايبيرجنس انسافيشانسي دايبيرجنس انسافيشانسي او ويكنس كيف عرفنا الرقم الاعلى على الديستنس اذا المشكلة مشكلة دايبيرجنس في الديفيرجنس مفروض العينين تعدال rane مش تدخل الجوا اذا الديفيرجنس مش كافي اذا الديفيرجنس انسافيشانسي او نفس الكلمة نفس المعنى دايبيرجنس ويكنس او دايبيرجنس انسافيشانسي ايفوريا الحالة الثانية بالزبط الرقم الاعلى على النير اذا المشكلة مشكلة تكون فارجنس طبيعي طبيعي مايسيريش فوريا او ايزوفوريا اكتر اذا هده كونفيرجنس اكسس تمام هنا كونفيرجنس انصفشنسي لانه على الرقم الاعلى عن نير اذا مشكلة كونفيرجنس بدل مايعمل كونفيرجنس عمل اكسوفوريا خمسة وعشرين معناته ايش كونفيرجنس ويكنس هنا بتنفعل ارثوبتيك اكسرسايز فقط في الاربع حالات هنا ارثوبتيك اكسرسايز من ضمن العلاج تمام الحالة الاخيرة لا 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 كلامكم صحيح هي نفس الاشي تنقل الارقام هي خطأ مطبعي بس ايش رايكم هيك صارت اما قبل هيك كانت كونفيرجنس انصفشنسي تمام يترى كل شيء كيف يتعالج من الاربع انواع من الهتروفوريا اذا الهتروفوريا اعلى في الديستنس ما نتقول مشكلة 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 وبالتالي بينشأ عندي كونفيرجنس اكسس كونفيرجنس اكسس زي الحالة التانية او ويكنس زي الحالة الاولى او دايفيرجنس اكسس او دايفيرجنس ويكنس هاي الاربع حالات في حالة بسموها ميكست كيف الميكست هادي بدنا نيجي احنا ناخد مثال بسيط جدا انسان عنده دايفيرجنس اكسس وكونفيرجنس اكسس كيف يعني 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 على الديستنس في عنده اكسوفوريا مثلا نقول خمسة وعشرين بريزم عنير في عنده ايزوفوريا مثلا خمسة عشر بريزم احنا هلقيته هنا بنقول ما فيش الرقم الاعلى احنا بنقول هاديولها نوعين من الفوريا مختلفات على الديستنس مفروض يصير دايفيرجنس بس دايفيرجنس فرم اكونفيرجنس هو ما راحش للأورثو بوزيشن لما تطلع على ديستن تارجت راح لا اكزو خمسة وعشرين بريزم اذا في عنده دايفيرجنس اكسس على البعيد طب على ال مفروض يعمل كونفيرجنس بس كونفيرجنس طبيعي ما يكونش فوريا يعني ما يكونش اكتر من اللازم هو عمر ايزوفوريا خمسة وعشرين خمسة عشر بريزم فعنده هذا ميكست يعني فوريا عنده ميكست فوريا طبعا ممكن بعض المرضى يجي بفيرتكال فوريا وان كان هذا نادر غالبا بكونوا هاد المرضى بكون عندهم ابنورمال اوكيولار موتيليتي الفيرتكال سكونت سواء فوريا او تروبيا غالبا بيكون مصاحب بابنورمال اوكيولار موتيليتي يترى علاج الفوريا بانواحه ايش يعني افضل علاج طبعا اول علاج الارثوبتيك اكسرسايز او الارثوبتيك تريتمنت از اف موست فاليو ان كونفيرجنس ويكنس اكسوفوريا كونفيرجنس ويكنس اكسوفوريا فقط هي اللي بتنفع فيها الارثوبتيك اكسرسايز بستخدمهاش وبتعبش مريضي على شي مش مناسب الو تمام هادي شغلة الشغلة الثانية هنا بنا نقف شوية بنات ايش يعني لازم يعطى مناسب للحالة بمعنى الانسان اللي عنده مثلا اكسوفوريا اكسوفوريا على النيار اكتر من الديستنس تمام هذا عنده نمسك الحالة هاي هذا المريض ممكن يكون احد امرين اما هايبرمتروب مثلا او ميوب لما بنحكي ابروبريت كورريكشن هذا عنده اكسوفوريا اذا انا عشان اعالج اكسوفوريا بده ازوز طيب والرفركتيف ارور عنده كيف بده اعالجه اذا كانه هايبرمتروب عدسة بلاس بعلجه بعمله فول كورريكشن ولا بخليله شوية هايبرمتروبية وليش ايش رأيكم صحيح ليش ممكن حتى تزيد الاكسوفوريا انا بدا خلي عنده شوية هايبرمتروبية عشان يضطر يعمل اكوموديشن طيب ليش بده اعمل اكوموديشن لانه اذا بيزيد الاكوموديشن هيزيد الاكوموديشن لانه في علاقة بينه الاكوموديشن اذا عشان اعمل ابروبريت كورريكشن كورريكشن مناسب للمريض هذا اللي عنده كونفيرجنس ويكنس اكسوفوريا لازم اخليه اضطر يعمل اكوموديشن فبالتالي بعمل اندر كورريكشن للهايبرمتروب نفرض ايجا مريض بنفس التشخيص بس ميوب ايش بده اعطيله فول كورريكشن تمام؟ لانه الميوب اذا سبته ميوب مش هيعمل اكوموديشن عشان اخليه اعمل اكوموديشن بدي اضيع الميوب يا كلها اللي عنده فبالتالي ننتبه على قضية شود بي ابروبرياتلي ابروبرياتلي كورريكشن طيب انسان احنا استعملنا له مثلا ارثوبتيك اكسرسايز وعملنا ابروبريات كورريكشن وما زال في عنده سمتومز ايش يعني سمتومز يعني فيه استينوبيا ارهاق بصري فيه هيدك فيه او بليرينج او فيجين تمام؟ السمتومز ما راحك لا مع الارثوبتيك اكسرسايز ولا مع الابروبريات كورريكشن فيه حلول تانية طبعا فيه حلول تانية ممكن استعمل له تيمبوراري واحنا اخذنا في ممكن تستخدم بحيث انها تعالج يعني بعض الحالات من الفورية او حتى يعني تيمبوراري لحالات معينة من طبعا ماكسيموم بستعمل من 10 ل 12 بريزم ديوبتر يعني ايز يعني ممكن استعمل ستة وستة خمسة وخمسة بريزم ديوبتر بعض الحالات اللي ما بتستفيد على ما سبق ممكن اضطر ل علاج الفورية جراحيا علاج الفورية جراحيا وخاصة اذا الفورية المجاز تاعها المجاز تاعها حد يسأل اشي في الهيتروفورية طيب المريض الهيتروفورية لما بيدخل عندي العيادة او المستشفى كيف بيكون وضعينها ستريت ستريت تمام لانه بالغالب يعني هذه بتزهر في حالات الستريس او اللي هو الارهاق والبور هلف نيجي للvergence abnormality اش تعريف الvergence movement تلات كلمات لازم بينوكولار كونجوكت لا مش كونجوكت بينوكولار disjunctive simulataneous movement يعني convergence او divergence from a convergent position هل في مشاكل في الvergence movement ممكن تكون عندي هل بعض الاشخاص ممكن يكونوا عندي عندهم وفي نفس الوقت ما عندهم مش صحيح بعض المرضى ما عندهم مش لا اتروبيا ولا فوريا بس عندهم مشاكل في الconvergence او ال divergence تؤدي الى اعراض تؤدي الى اعراض حلقة بدنا نشوف اش هي الvergence abnormalities واول حاجة بدنا نحكيها convergence insufficiency الconvergence insufficiency بدناش نلخبطها مع الconvergence insufficiency اكزوفوريا اللي حكينا عنها قبل شوية تمام؟ في عندي بس convergence insufficiency او هنا تمام؟ هنا convergence insufficiency او ويكنس بس مش اكزوفوريا ايش الفرق بين العبارة الاولى والعبارة التانية؟ انه هنا في عندي squint خفي latent squint هنا لا في تروبيا ولا فوريا ولا اي حاجة طب كيف انا بعرف انه فيه convergence insufficiency بس symptoms كيف بنعرف انه الconvergence طبيعي لا اللي هي ايش بسموها ال near point of convergence ال near point of convergence اللي في منها subjective وفي منها ايش؟ objective وتقاص بال rough rule او صينبتوفور نعم صينبتوفور تقيسيها؟ ها هديك بتقيسيها بالصينبتوفور بال او ببساطة شديدة بالضبط بينه بقربه لغاية ما يعني تحدث اما subjective او objective نير point of convergence بس احددها وبقى قيسها بالمصطرة بقياس يعني عادي تمام؟ اذا هذا المريض اللي احنا حنحكي عنه الان اللي عنده convergence insufficiency بس ما عندوش convergence weakness exo foria هو انسان ما عندوش foria ولا tropia ما عندوش squint بس عندو اعراض عرفت انا انه عندو convergence weakness من قياسي ال near point of convergence يا ترى مين هدول الناس ايش الاعراض اللي بتعرضوا إلها وبشكوا منها ايش العلاج طيب اذا convergence insufficiency typically effects individuals with excessive visual demand such as students يعني اكتر ناس بتعرضوا لل convergence insufficiency هو اللي مطلوب منه يعمل convergence فترة طويلة مين اللي مطلوب منه يعمل convergence فترة طويلة؟ الطلبة ليش؟ لانو بدي يقرأ سواء في الجامعة في المدرسة بعد الجامعة بعد المدرسة ديقود عالكمبيوتر كذا ساعة على الجوال عالكتبوه الى اخيري فبالتالي مطلوب منه visual demand عن near كتير تمام؟ بسميه excessive visual demand ايجينا نفحصو بالبريزم cover test فش عندو لا فوريا ولا تروبيا ولا اي نوع من السكون بس العلامة الوحيدة اللي دلتنا انو عندو convergence insufficiency انو reduce near point of convergence independent of any heterophobia ما عندوش heterophobia تمام؟ ايجيت قسم له near point of convergence لقيتها reduce يعني بعيدة بعيدة في الطبيعي near point of convergence لازم تكون ايش؟ اقرب من عشرة سانتي تمام؟ وملهاش علاقة في البريز بايوبيا لانها مش هي near point of accommodation تمام؟ فبالتالي هذه بتكون reduce near point of convergence ايش؟ العلاج العلاج لا convergence insufficiency exophoria وللconvergence insufficiency لحالها نفس العلاج orthoptic exercise orthoptic exercise تمام؟ ايش الهدف منه؟ اني احسن واني اقرب near point of يعني convergence واني احسن الفيوجينال amplitude الفيوجينال convergence احسنه تمام؟ with good compliance لما يكون المريض متعاون الاعراض اللي بيشكي منها اللي هي الاستينوبيا البليرنج الدبلوبيا الهيدك تمام؟ ممكن تكون eliminated within a few weeks اذا كان ضلت الاعراض ومش قادر يتحملها باعطيله باعطيله بايز ان بريزم بايز ان بريزم عندي انا هذا المريض مش قادر يعمل convergence عنده convergence ما عندهش اكزوفوريا تمام؟ يعني هذا convergence ويكنس او convergence او convergence عملت له مدة شهرين مثلا ومش نافع الامر مع الدق ضلت الاعراض زي ما هم بس تعمل قاعدة اللي ما بيجيش معاك ايش تعمل؟ تعا معا ايش يعني تعا معا عينيه مش رادية تيجي لجوة تعمل convergence بعامله بايز ان بريزم البايز ان بريزم بنقل له الصورة باتجاه الابيكس لبرا لبرا في العينتين هانا الصورة حتنتقل باتجاه الابيكس تمام؟ وهنا الصورة حتنتقل لباتجاه الابيكس فبالتالي بيتخلص من الأعراض بيتخلص من الأعراض انسان ممكن يطرح سؤال طب ليش احنا ما نعطي بايز quitting عشان نعامل للكونفيرجنس. ما احنا عملنا للكونفيرجنس بالأرثوبتك اكسرسايز وعمل وتعاون معنا وعمل بزيادة كمان. ومشرار يتحسن الامور. بتعبوش اكتر من اللازم. تمام? اللي ما بيجيش معاك بدك تيجي انت معاه خلاص انا بدي انقله الصورة اللي قدامه واللي مفروض يعمل عليها انقلها بواسطة عشان العين ما تضطرش تعمل يعني صورة هذا الشيء بالنسبة للعين هاي حتيجي تكون مبينة من برا وبالنسبة للعين هاي حتكون مبينة من برا مش هيصير عنده لا لانه حتسقط الصورة بواسطة البرزمات على وبالتالي اللي هو ممكن تحل المشكلة عندي. هذا بالنسبة للكونفيرجنس انسافيشانسي. طيب هل ممكن انسان يكون عنده كونفيرجنس انسافيشانسي. احنا خلصنا وضع الفوريا وحكينا الفرق بين كونفيرجنس انسافيشانسي اكزوفوريا وكونفيرجنس انسافيشانسي لحاله تمام. هل ممكن انسان عنده كونفيرجنس انسافيشانسي تكون عندي مشكلة تانية اسمها اكوموداتف انسافيشانسي. طبعا ممكن بحوصية الاحترام ذوقتي. يقارينها مع العمر. ليش لانه النيار بوينت PL للي عمره مثلاً خمسين سنة مثل عمره يعني عشرين سنة لما إنسان عنده عشرين سنة ولقيت النيار بوينت عنده ستين سانتي معناته الاجموديشن عنده ضعيف كتير إذن في عنده وممكن يكون عنده حسب طيب ممكن تكون يعني مش معروفة السبب أو تكون يعني سبابها نتعرض لعدوى فيروسية ونشأ عنه بعدين ضعف يعني بعد هذه العدوى الفيروسية غالباً بتصيب أطفال المدارس طيب إيش علاجها؟ المينمم ريدنج كوريكشن المينمم ريدنج كوريكشن اللي بيكفي للكليير ريدنج طبعاً طالما الاجموديشن ضعيف لا احنا بنحكيش بنحكي عن الاجموديشن طالما الاجموديشن ضعيف معناته النيار ريدنج هيكون مش واضع فعلاجه بدي يكون توضيحه كيف احنا بنوضح؟ بالعبس بالبلس لينزز يعني بدي أوصف يعني اللي هو المينمم ريدنج كوريكشن إز بريسكرايب تو جيف كليير فيجين طبعاً الأكوموداتيف إنصافيشنسي صعب إنه نتخلص منها يعني بدو يضلوا لابس نضارات للريدنج بينما الكونفيرجنس إنصافيشنسي في كثير من الأحيان بتستجيب للأرثوبتك إكسرسايز وبيتعالج إذن نرتب أمورنا كالآتي أول علا من علا للفيرجنس أبنورماليتيز اللي هي كونفيرجنس إنصافيشنسي سجلوا هذا عندكم يا بنات علاجه على الترتيب في الأحيان الأخيرة لما تكون تاني نوع أكوموداتيب إنصافيشنسي هذا مش بيرجنس أبنورماليتيز بس بتكون مصحوبة مراد الأكوموداتيب إنصافيشنسي قلنا إلها نوعين برايمري مش معروفة السبب والسكندري بعد إيش علاجها مينمم ريدنج كوريكشن الآن في حاجة تالتة سموها نيار ريفليكس إنصافيشنسي نيار ريفليكس شلل كلي تمام إذن لإ ninete affiliation إنصافيشنسي عبارة عن إما بيكون بريزيز أو عبارة عن نسخة مقوّاء ونسخة شديدة من الكونفيرجنس و الأكوموداتيب إنصافيشنسي يعني لما يكون عندي إنكون كونفيرجنس إنصافيشنسي بصيط أكوموداتيب إنصافيشنسي بسيط بسمي كونفيرجنس إنصافيشنسي مع اكوموداتيب انسوفيشنسي لما يكونوا التنين اكزاجيريتد شديدات شوية بقى بطل اطلق عليهم التعريف هذا بصير اسميه يعني شلل كأنه في عندي شلل جزئي في النيا الريفليكس اللي هو بتضمن والكونفيرجنس كيف اعرفه في علامات مميزة له انه عند ما يعمل كونفيرجنس كيف يعمل كونفيرجنس بقرب له تارجت مفروض يصير النيا الريتريات كونفيرجنس اكوموداتيشن وما يوزز اذا صار مدير يازز وانتي هو بتطلع عن النيا الريتارجت معناته انا عندي صار اشي عكس مهو مطلوب اذا مدير يازز ميبي سيل انتم تدنيا فكسيش تمام اذا حيكون عندي في النيا الريفليكس انسوفيشنسي او النيا الريفليكس بريزز حيكون عندي كونفيرجنس ويكنيس يعني النيا الريفليكس بعيدة حيكون عندي اكوموداتيو ويكنيس النيا الريفليكس ايضا بعيدة وحيكون عندي ايش مدير يازز والنيا الريفليكسيشن تمام اذا هذه صفات النيا الريفليكس بريزز واللي قلنا هو نسخة شديدة من كيف علاجه لما ما يكونش عندي نيروليجيكس علامات يعني تدل على انه في خلل عندي في السنترال نيرف السيستم طيب والامور مستقرة لتريتمين بدأ تشمل الشغلات التالية وحنقول ليش هتشمل الشغلات التالية اول حاجة reading glasses ليش reading glasses عشان اتخلص من ايش من مشاكل الكيوموديشن مش قادر يعمل الكيوموديشن بعطيله glasses reading glasses الانسان مش قادر يعمل الكيوموديشن عشان يعمل fixation او يشوف هو وضوح ub بعطيله reading glasses طيب البيز in imm Delhi عشان بيز imm Pacific تعال معه. طب ليش ما قولنا طالما انه المشكلة كبيرة والكونفيرجنس ضعيف كتير مش هتنفع فما تجربهاش من الاساس. يعني هنا فبالتالي طيب. في حاجة تانية ممكن تساعد. اللي هي بوتولينيوم توكسين. حقا. حقا. عشان اعالج مشكلة الكونفيرجنس ويكنس. بس وين بده احقنه في اي عضلات. عشان اضعفها بالمرة بزيادة. احنا بدنا كونفيرجنس. في اللاتيرالريكتس في الناحيتين بده يفقن بوتولينيوم توكسين عشان يحاول يخفف المشكلة. المشكلة تمام. طبعا. النيا الريفليكس بريزز. رغم كل هذه الاجراءات. صعب جدا انه نتخلص منه. صعب جدا انه نتخلص منه. بس ما لا يدركوا كله لا يتركوا جلو. اذا شدت المشكلة في الكونفيرجنس والأكوموديشن وصارت بلغت المكسيموم بتاعها يعني ما فيش اي جنس الكونفيرجنس بيقدر يعمله. ولا جنس الاكوموديشن بتاة بقدرش يبدأ عملية الاكوموديشن او عملية الكونفيرجنس بسميه يعني شلل كامل في النيا الريفليكس. تمام؟ طبعا هذا ايش اسبابه؟ ممكن يكون فانكشنال يعني سايكولوجيكال تمام؟ فانكشنال يعني ما فيش سبب عضوي او ممكن يكون له سبب عضوي في الميد برين يعني ممكن يتبع هيد ترومة طالما هيد ترومة معناته ممكن بعض الناس تشفى من الهيد ترومة ويرجع هذا اللي هو نيا الريفليكس بريزز يتحسن ويصير عندي فيه نورمال نير ترياد خلصنا هاد القضية بنكون خلصنا كل الشغلات اللي فيها ويكنس سواء كونفيرجنس ويكنس اكموداتف ويكنس نير ريفليكس انسافيشنسي بنوعي البريزز والباراليزز بدنا نحكي عن النقيد تماما في الفيرجنس ابنورماليتيز اللي هي الاسبازم قلنا هذا الكلام مالوش علاقة في الهيتروفوريا الهيتروفوريا خلصناها بانواعها هذا الخمسة الاربع زائد المكس الاربع زائد المكس اذا النيا الريفليكس سبازم بنعاود بنذكر النيا الريفليكس هو عبارة عن اكموداشن وكنديرجنس وميوزز تمام طيب والزاة الفيرجنس ايش العلامات تاعتو نعيد هذا بيصيب جميع الأعمار يعني نتيجة كتير مثلا وبيصيب جميع الأعمار وخاصة الفيميلز إيش أعراضه؟ بيجي المريض يشكي من ممكن تكون المرحلة السابقة للديبلوبيا صداع يعني كل هذه الأعراض لها علاقة بالنير وورك بالنير وورك تمام؟ ممكن هذه تكون مصاحبة بإيزوتروبيا لأنه زاد الكونفيرجنس عندي صار فيه سبازم في الكونفيرجنس تمام؟ سودومايوبيا لأنه صار عندي سبازم في الأكوموديشن حيديني بدل ما هو طبيعي حيديني كأنه مايوبك عمل أكوموديشن زيادة عن اللزوم طبعا ومايوزز إيش معنات الكلام هذا؟ الأكوموديشن اللي أنا بعملها تيستنج في أكام بوزيشن أوف جيست إيت إكسنتريك بوزيشن بيجي المريض ويعنيه في البرائماري بوزيشن وفيه ثمن أوضع أي وضع اللي مفروض في الطبيعي يصير فيه ميوزز الكونفيرجنس في وضع الكونفيرجنس لما يكون عام الكونفيرجنس عن نير تاركت بيصير من نير ترياد ومن ضمنه إيش؟ الميوزز الآن لو أنا في اللاتيرالجيز لحظت أنه المريض صار عنده ميوزز معنات هذه إحدى العلامات للنيا الريفليكسسباز مش مفروض في الصايد جيز أنه يصير عندي إيش؟ ميوزز طيب في هنا مقولة ميوزز هو المفتاح التشخيص هذه الحالة يعني كيف أشخص النيا الريفليكسسبازم أثناء نظري للبيوبل في الإكسنتريك جيز بوزيشن وهذا بعطيني رسالة أنه أي إنسان بدي يفحص حاول أو فيرجنس أبنورماليتز أو فوريا أو ما إلى ذلك لازم يكون دقيق الملاحظة يعني مش أخد بالي من العين ككل إنها تحركت وفيه دكشن ولا ما فيش دكشن في فيرجن ولا ما فيش فيرجن وإذا كان في ديفكت وأيضا أطلع البيوبل أثناء هذه القضية طبعا إذا كان أنا بده المريض يتبعني بتورش بده يكون التورش قوته مش كبيرة جدا اللي تحدث لي ميوزز تمام ما يكونش ميوزز توتو أكسيسف لايت ما يكونش ميوزز إذن كيف أعرف عندي إنه السودو ميوبيا إيش يعني السودو ميوبيا يعني ميوبيا غير حقيقية مش صحيح يعني هو مش ميوبك طيب قداش يعني ممكن يعطيني سودو ميوبيا ممكن يعطيني تسع درجات عشر درجات تمن درجات ست درجات أه ممكن بيجي بعض الأطفال عندهم نية الريفليكس سباز بتلاقي هذه القضية وهذه الأعراض بعد السايكلو بليجيا بتلاقي مثلا بلس ربع بلس تلت تربع وهكذا تمام هذا الريفريكشن الحقيقي تعه يعني مش أروح أنا أعمل له كوريكشن هو المينس عشرة هو عامل عشان إيش عشان يعني عنده سبازم في النيار إذن لأنه لما عملنا لها كوريكشن بقى خطأ كبير ممكن زدنا عليه فوق ما هو كيف إحنا نعالج هذا المريض علاجه بسيط تمام بيبدأ بالريأشورانس إعادة تطمين المريض تمام وإنه أي اكتيفتي أي اكتيفتي بتخلي عنده النية الريفليكس يصير في سبازم يبعد عنها بمعنى أنا لما بقرأ مثلا نص ساعة بيبدأ يصار عندي الأعراض ببدأ أشكي لا اقرأ ربع ساعة وريح بعدين اقرأ ربع ساعة وريح يعني انهي الحد ما تشغل أنه بدأت الأعراض انهي طيب لو ما نفعش ساعتها أنا بدأ أعمله سايكلوبليجيا كعلاج عشان ما يقدرش يعمل أكموديشن تمام وفي نفس الوقت أعطيله ريدنج كوريكشن إذا التريتمين انفولبز ريأشورانس تطمين المريض and advising the patient to look away and seize the activity that triggers the response طب إذا ضلت رغم هي أتروبين and full reading correction are prescribed but it is difficult later to abandon يعني عيار نبدينا العلاج صعب أني أتركه حيضل عليه ممكن سنة يضل عليه أو سنتين تمام بس طبعا مش بالكثافة اللي بعطيله إياه في الأول يعني ممكن أنا أبدأ بالأتروبين مرتين يوميا بعد أسبوع أخليه مرة يوميا بعد أسبوعين أخليه مثلا يوم بعد يوم نقطة وبعدين أبدأ أعمل ويننج بالتدريج طبعا بدأ يكون في كل هذه الحالات لابس وكون أنا متابع حدة الإبصار على الدستنس وعلى النيار طبعا رغم هذه الأعراض ومع العلاج البيشانس يجولي سيم توليف فيرلي نورمال لايف ديس بايد ديس بايد ساينس أن سيمتوم رغم الأعراض يعني حياة المريض يعني بتكون ماشي حالها يعني وأموره يعني ماشي ما فيش يعني مشكلة كبيرة يعني تبعنا عدة مرضى معهم اللي هو نير ريفليكس سبازم ومشي على الأتروبين وتبدل الأتروبين بسايكلوبين توليت الآن يعني تقريبا بالأسبوع بنقض نقطة واحدة من السايكلوبين توليت يعني كأنه بيأخذش تريك من واللي هو الكوريكشن بتاعه يعني اللي هو الريدين كوريكشن بيلبسه أثناء اللي هو النيار اكتيفتي أثناء النيار اكتيفتي الديفيرجنس انسافيشنس اللي هو آخر موضوع اليوم برضو بينقسم لقسمين ديفيرجنس باريزيز أو ديفيرجنس باراليزيز ديفيرجنس باريزيز أو باراليزيز طبعا عبارة عن ممكن يكون عندي في يعني خلف هذا الديزيز في عندي النياروليجيكال ديزيز زي إيش زي و نقصد فيها تمام أو بليدين أو سيست أو ما إلى ذلك يعني يعني شيء أو مرض بيشو الحيز من يعني اللي هو المساحة المخصصة للدماغ يعني جلطة دماغية ممكن تكون في مكان معين تأدي إلى وطالما بيقول هد ترون إذن الإيج اللي بيجي في المريض ممكن يكون أي إيج تمام ممكن يكون أي إيج إذن 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 وإذن ممكن أن ممكن إذن في السيكس نيرف بلسي ما فيش ديفيرجنس تمام وهنا ما فيش ديفيرجنس طب كيف أفرق هل هذا سيكس نيرف بلسي ولا يعني ديفيرجنس إن سوفيشنسي في عدة فروق بينهم أول حاجة هذا عبارة عن كون كوميتان ديفياشن السيكس نيرف بلسي إن كوميتان ديفياشن السيكس نيرف بلسي إن كوميتان ديفياشن إيش يعني كوميتان وإن كوميتان يعني لما بنقيس الحاول في الهوريزونت الجيز رايت جيز وليفت جيز والبرايم مري بوزيشن في الفروق لا تتعدى خمسة بريزم ديوبتان بينما في لما أنا بيكون عند المريض رايت سيكس نيرف بلسي وبتطلع على بصير مقاس كبير جدا لما بتطلع على لما بتطلع يعني هنا مقاس وهنا مقاس يختلف عنه كتير وهنا مقاس يختلف عنه أكتر وأكتر فبالتالي فهذه أحد الفروق المهمة جدا برضو من ضمن الفروق اللي أنا بقدر أختبرها اللي عساسها يجاكم سؤال في الامتحان في حوال واحد الدكشن موفمينس فيش داعي أختبرها إذا كان الفيرجنس موفمينس يعني طبيعي هل هذا صح ولا لا ليس صح لازم أختبرها يعني لازم أختبر في الديفيرجنس انسافيشنسي في الديفيرجنس انسافيشنسي لما بغطي عين من العينتين الابدكشن طبيعي لأنه الابدكشن حاجة والديفيرجنس حاجة كلمة دايفيرجنس يعني فيرجنس الفيرجنس برجع للتعريف إيش هي الفيرجنس بنوكيولار لازم العينتين التينتين يكونوا مفتعل يعني ممكن تكون طبيعية زي في حال الديفيرجنس انسافيشنسي فيش دايفيرجنس أو ضعيف الديفيرجنس بس الابدكشن شغال هذي بتميز بينما في ما فيش ابدكشن ما فيش ابدكشن طبعا حسب شدة تمام فهذه إحدى الفروق إذن الفرق الثالث هنا في الديفيرجنس تعبتوا أنتم في الديفيرجنس انسافيشنسي الديفيرجنس أمبليتيود اللي بقيسها إما بالبرزن بار أو بالصين بتفور بتكون محدودة جدا قديش الديفيرجنس أمبليتيود عن نير وعال ديستانس ستة على ديستانس وعال خمسة عشرين عن نير خمسة عشرين كتير شوية من أربعة عشر تقريبا لعشرين على النيير وعلى الديستانس تقريبا من ستة لعشرة أو ستة لاثنى عشر بريزن ديوبتر هدف الطبيعي في الناس اللي عندهم ديفيرجنس انسافيشنسي وحنرجع لها في العمل الانجليس تمام في الناس اللي عندهم ديفيرجنس انسافيشنسي هذي الكمية بيكون قليلة كتير يعني ممكن واحد اثنين ثلاثة بريزن طب ايش بحط لبريزن بيز اوت و لبز اين بيز اوت صحيح ليش عشان انجلوا الصورة لاجوها مش قادر يعمل ديفيرجنس بس قادر يعمل كنفيرجنس تمام يعطيكو الف عافية